دلوقتي مشاهدين معاد مجاز الأخبار مع من شكرا شازلي أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته الرسمية للعاصمة القطرية الدوحة لليوم الثاني على التوالي وتعد زيارة الرئيس هي الأولى من نوعها إلى قطر وجاءت تلبية إلى دعوة من الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعداء وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزعيمين يبحثان خلال الزيارة العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية حضر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفديف دول النيتو من أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتقل إلى مستوى جديد حال استمرار الغرب في ضخل أسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا وأشدد مدفديف على أنه في حال حدوث تلت ذلك فستختفي كل الحدود المرئية من النزاع ولن يكون هناك مجال للتنبؤ بإجراءات أطرفه وأشدد على أنه لا أحد بإمكانه أن يعطي ضمانات أمنية لأوكرانيا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتقد أن الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من ستة أشهر ستكون طويلة وأوضح بايدن أن أوكرانيا تحرز تقدما كبيرا في الوقت الذي تدفع به القوات الروسية للترقع لكن من غريل ممكن معرفة إذا كانت الحرب عند نقطة تحول أم لا قال البيت الأبيض أن شحنة مساعدات عسكرية جديدة سوف يتم إرسالها إلى أوكرانيا قريبا وفي تصريحات إعلامية أوضح منسق المجلس الأمن القومي الأمريكي جو كيربي أن الشحنة تجتمل على أنظمة أمنية جديدة لكييف مضيفا أن هذه الشحنة قد ترسل خلال الأيام القليلة المقبلة وأشدد المنسق الأمريكي على أن واشنطن تواصل الحديث يوميا مع الأوكرانيين أكد صندوق النقد الدولي أنه بصدد زيادة تمويل الطارئ للبلدان المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص احتياجاتها الناجم عن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وأضحت مديرة الصندوق كريستالينا جوجيفا أن هناك ما يقرب من 30 دولة في أمس الحاجة لهذه الإمدادات وقالت مديرة الصندوق إن الأعضاء التنفيذيين لصندوق النقد كانوا إيجابيين للغاية بشأن خطط المساعدات المقترحة عندما اكتمعوا بشكل غير رسمي أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش عن أمله في أن تكون الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة لحظة تحول للناس وكوكب الأرض على حد سواء وفي كلمته خلال انطلاق الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة قال جوتاريش إن الأمم المتحدة تعمل للنهوض بسلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة من غير النزاعات وتغير المناخ ونظام مالي عالمي معطوب يخذل البلد النمية سجلت الولايات المتحدة ثاني حالة وفاة على صلة بجدر القردة وفق ما أعلن مسؤولون وذلك على الرغم من تراجع واترة الإصابات في البلاد وأضاف المسؤولون أن المتوفى من سكان لوس أنجلس وكان يعاني نقصا حادا في المناعة وأدخل المستشفى وفق بيان للسلطات الصحية المحلية ورياضيا حقق بايرن ميونيخ فوزا ثمينا على ضيفه بارشلونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أريانا في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من دور المجموعات بدور أبطال أوروبا بهذا الفوز رفع الفريق الألماني رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد بارشلونة عند ثلاث نقاط ليبقى في المركز الثاني وفي مباراة أخرى حقق ليفر بول فوزا مهما على ضيفه آيكس بهدفين لهدف ضمن منافسات المجموعة الأولى ليرفع ليفر بول رصيده إلى ثلاث نقاط فيما تجمد رصيد آيكس عند ثلاث نقاط أيضا نهاية موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ببعض الفاصل